نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1444 هجري وشهد الاحتفال تكريم عدد من الفائزين في المسابقة الدينية السنوية التي تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الديني لدى أفراد القوات المسلحة وفي نهاية الاحتفال ألقى لواء أركان حرب وليد حمود عوض مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة بالنيابة عن الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد خلالها أن رجال القوات المسلحة مستمرون في دورهم البطولي وتقديم التضحيات من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الصدق والتضحية والصبر في مواجهة التحديات والتصدي لكل من يحاول النيلة من أرض مصر وسلامة شعبها العظيم